قال رئيس بعثة الحجة الرسمية أن بعثة القرى قامت بتفويج الحجاج المتعجلين من مشعر ميناء إلى فنضيقهم بمكة المكرمة ذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات وأشار رئيس بعثة الحجة إلى أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر ميناء لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنضيقهم بمكة المكرمة على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين غدا الأربعاء بناء على رغبتهم